اشتركوا في القناة وزير الدفاع يتفقد كتيبته للحادية عشر المتجهة قريبا إلى الصومال جزيرة لارينيون الفرنسية تعلن حالة تأهب القصوى لمواجهة إعصار عنيف أهلا بكم برفقة وفد عسكري رفيع المستوى توجه وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد حسن عمر محمد برهان اليوم الخامس عشر يناير الجاري إلى معسكر مريم الواقع في ناحية وعى للمشاركة في الحفل الختامي للتدريبات كتيبة الهيل الحادية عشر التي تتحطر للتوجه إلى الصومال قريبا لتحل محل كتيبة الهيل تسعة ورفق الوزير في هذه الزيارة رئيسة الركان العامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق الرقن الزكريا الشيخ إبراهيم وشارك أيضا هذه المناسبة كبار طبات القوات المسلحة الوطنية والدرك الوطني وخفر السواحل الجبوتية والشرطة الوطنية وفي مستهل المناسبة قام وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان برفقة رئيسة الركان العامة للقوات المسلحة الوطنية باستعراض الوحدات العسكرية خصوصا كتيبة الهيل والتي خضعت لتدريبات مكثفة منذ أشهر قبل التوجه إلى الصومال وذلك ضمن بعث الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في الصومال المعروف باسم أتميس ترجمة نانسي قنقر وتركزت التدريبات بحسب البيان حول أساليب تعامل الجنود في مصرح العمليات وكافة أنواع السينارييات في حالة الحرب ومواجهة الأوضاع الخطيرة مثل الرد على الكماء وتأمين النقاط التفتيش وإجلاء جرح وقيرها وتجدر إشارة إلى نجوبتي تساهم في بعث الحفظ السلام في الصومال منذ أكثر من عشر سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والآن حان أدان صلاة المقرب بتوقيت جبوتي وطواحيها وفي كلمة له قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق الركني زكريا شيخ إبراهيم النصائحة والتوصيات لكتيبة تهيل 11 المتوجهة إلى الصومال قريبا وإذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يدلمون قل الله ما مالك الملك توتي ملك من تشاء وتزعز ملك مما تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وندعو لها تعالى التقدم والسلام للسومال ولكم العزة والنسرة وفي إيهات الإطار أقام وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان برفقة رئيس هيدة الركان العام للقوات المسلحة الوطنية بوضع إكليل من الزهور على نصب التذكار لشهداء القوات المسلحة الوطنية الذين بدلوا قصار جهدهم ولقوا حتفهم لهذا البلد الحبيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن أن سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم اللهم أغفر لسهدائنا وشهداء المسلمين اللهم أغفر لهم ورحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الذنس اللهم أغفرهم الجنة دار السلام اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتلنا بعدهم وأغفر الله لنا ولهم ولجميع كافة المسلمين أجمعين والفاتحة حسنا وآخيرا تميز الحفل الختامي بالعروض الترفيهية التي قدمتها فرقة الحرب العسكرية التابعة للجيش الوطني والتي احتفت بالتنوع الثقافي من خلال آداء لغاني التقليدية باللقات المحلية موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وفي شأن تربوي وتعليمي ترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود صباح اليوم الاثنين حفلة تسليم وتسلم الشهادات المنية خمسين طالبا متدربا في ورشة اللوبان وذلك في مجال التجارة التولية والوجستيات والنقل وتأتي هذه المبادرة الفريدة من نوعها بفضل الشراكة المتميزة القائمة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والثنوية التجارية الأولى في تجين بيثين وجرت هذه المناسبة بحضور عدد من أعطاء الحكومة من بينهم وزير البنى التحتية والجهزات السيد حسن حمد إبراهيم ووزير التجارة والسياحة السيد محمد ورسامة ديريا وبمشاركة الصفير السسيني بيجيبوتي كما شارك في الحفلة رئيس جامعة تيانجينك المهنية للتكنولوجيا السيخة الحديدية وتجر إشارة إلى أن الرئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرقلي قد افتتح ورشة اللوبان في عام 2019 أي 28 مارس 2019 وتوفر الورشة تخصصات متنوعة من بينها السكك الحديدية وذلك في مجال التكنولوجيا الهندسة السكك الحديدية وإدارة تعاملات السكك الحديدية بالضفة إلى التجارة والخدمات اللوجستية وسمح التعاون بين مدينة تيانجينك ووزارة التربية الوطنية بتوفير التدريب الفني والتقني لسالح المتربين في مجالات الخدمات واللوجستيات والتجارة الدولية والتقنيات السكك الحديدية وعقب ذلك قام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود وصفير الصيني في جيبوتيب بتسليم الديبلوم لطلاب المتفوضين من الدفعة الأولى من ورشة لوبان وشارك في حفل تسليم وزير التجارة والصياحة ووزير النقل بالإضافة إلى أمين عام وزارة العمل وبعد الخطاب تم تكريم 15 من الطلاب المتفوقين من قبل الحطور واختم الحفل بتسليم شهادات الرخصة المهنية من ورشة لوبان واخذي الصورة التكارية لهذه المناسبة ألقى ممثل الدفعة كلمة أشاد فيها بهذه الدورة مقدما الشكرى والتقديرى لوزارة التربية الوطنية وفي كلمة له أشار صفير جمهورة السيئة الشعبية في جيبوتي أسيده بنا إلا أن إن شاء ورشة تعمل لوبان يمثل فصلا جديدا في التعاون الثنائي في مجال الموارد البشرية بين جيبوتي والصين وقال إن هذه الورشة تعد ديناميكية جديدة في مجال التعاون بين البلدين ويشكل أيضا نموذجا مثاليا لتعاون بين الحكومات والمواصلات التعليمية والشركات في كل البلدين من جهات أشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سيد مصطفى محمد محمود إلا أن دعورته الوزارية تسعى إلى تطوير وجهة الوبان ومواصلة الدراسة الجامعية لطلبة الحاصلين على شهادة المهنية وتوسيعها بتخصصات جديدة له لشرف كبير لأن أراكم مجتمعين هنا هذا السباح لحضور حفل توزيع شهادات رسخة المهنية لدفعة الأولى من مشغلين الوبان في جيبوتي أود أولا أن أهنئ الخمسين من حامل أرسخة المهنية من ورشة اللوبان في جيبوتي لدورة 2023 ويمثل هذا دبلوم وثيقة قيمة تشهد على نجاحك في امتحان وإتقانك للمعرفة والمعرفة متعمقة في تخصصاتك بعد عدة سنوات من الدراسات والاستثمار الشخصي يمثل الحصول على شهادتك النهائية نهاية الفصل المهم في حياتك وبداية مسيرة مهنية طويلة لذلك فهي فرحة بيرة بنسبة لكم ولكنها أيضا سبب للرضى والفخر لأحبائكم وأقربائكم ومدريبكم أسينيين والجيبوتين الذين رافقوكم طوال رحلتكم التي كانت محفوفة بالمزالق في بعض الأحيان أفكر بشكل خاص في الفترة المظلمة من كوفي 19 حيث كان من الضروري إظهار البراعة والتضحيات لمواصلة التعلم عن بعد على الرغم من الحجر والقلق افتتح فخامة رئيس الجمهورية أسيس من عمرقلي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ورشة اللوبان في جيبوتي الأولى من نوعها في فريقيا في 28 مارس عام 2019 إنها نتيجة البناء المشتركة من قبل لجنة التسعليم في بلدية تيجانين وزارة التربية الوطنية ثم تنفيذ ورشة عمل من قبل جامعة تياجنين المهنية لهندسة السكك الحديدية ومدرسة تياجنين الثانوية التجارية الأولى وشركة الإنشاءات الهندسية المدينة الصينية والمدرسة الثانوية الصناعة والتجارة وتوفر الورشة تخصصين للسكك الحديدية هما تكنولوجيا هندسة السكك الحديدية وإدارة عمليات السكك الحديدية وتخصصين تجاريين هما التجارة والخدمات اللوجستية مما يشكل سابقة لتسعلم المهن في جيبوتي من خلال سد الفجوة في تخصصات السكك الحديدية في البلد ولذلك فإنه لمن دواعي السرور البالغ وللمجتمع التعليمي الصين والجيبوتي بأكمله أن نجني الثمار الأول لهذا التعاون المتعدد الأطراف ويساهم دعم هؤلاء الشباب في تحقيق الأهداف الأولية التي حفزت على إنشاء تلوبان في جيبوتي والتي يجب أن تكون وأنا أقتبس كلمات رئيس الجمهورية خلال افتتاح نقلا مهما لتعزيز تبادلات ثقافية في إدارة تنمية الاقتصادية الوطنية ومبادرة الحزام والطريقة وفي شأن تسعى إلى تعزيز العلاقات الجبوتية الصومالية استقبلت وزيرة المرأة والأسرة السيدة مونة عثمان آدم الوفد البرلماني الصومالي الذي وصل البلاد يوم الصبت الماضي بغيادة وزيرة المرأة والتنمية لحقوق الإنسان الصومالية بلنابة السيدة آمنة حسن آدم وذلك في زيارة ودية وتأتي زيارة هذا الوفد إلى جبوت في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين وشعبين الشقيقين وتطرق لجانبان حول صبل تعزيز جهود تنمية المرأة في إكل البلدين من جهة أخرى أو فيما يتعلق بهذا الخبر المتعلق بزيارة الوفد السومالي عقد الوفد السومالي اجتماع عمل مع اللجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان وترأس الجلسة رئيسة اللجنة البرلمانية للتشريع والإدارة العامة السيدة قلثوم فارح سعيدة وشهد هذا الاجتماع حضور وزيرة المرأة والتنمية حقوق الإنسان بالإنساء سيدة آمنة حدن آدم بالإضافة إلى برلمانيين الصوماليين كما شارك هذه الجلسة أعطاء الوفد البرلماني الصومالي وقت الاطلاع قرب على خبرة برلماني لجيبوتي في مجال المياهة الطفلة وركزت المناقشات بين أعطاء اللجنة المذكورة والبرلمانيين الصوماليين على تطوير وتنفيذ السياسات والقوانين التي تهدف إلى حماية الأطفال وكيفية يمكن لبرلماني الجيبوتي من حراز التقدم في هذا المجال وقد أطاح هذا الاجتماع للبرلمانيين الصوماليين استماع مناقشات لجل تشريع الإدارة العامة وحقوق الإنسان وذلك في إطار هذه الزيارة وأعربت وزيرة المرأة والتنمية حقوق الإنسان أسيدة آمنة حسن آدم عن شكرها على حسن الاستقبالي وكرمي الضياف التي حظيت بها ولفض المرافق لها ووجهت الوزيرة الصومالية أشكر للحكومة الجيبوتي للدعم المتعدد الأوجه الذي تقدمه جيبوتي للشعب الصومالي الشقيقة لعادة بناء وهيكلة المواسطة العامة الصومالية وأن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو دراسة تجربة جيبوتي في مجال الحقوق المرأة وحماية الأطفال لا سيما فيما يتعلق بالإطار التشريعي المتعلقة بحقوق الدفل والمرأة في جيبوتي بالإضافة إلى حقوق الأشخاص الدول العاقة في إطار زيارة إلى البلاد عقد أيضا الوفد الصومالي اجتماعا مع لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة التي يترأسها النائب كامل حمته وشهد هذا الاجتماع مشاركة وزيرة المرأة والتنمية حقوق الإنسان بالإنابة السيدة من حسن آدم بالإضافة إلى وفد البرلماني بهدف التعرف تجربة جيبوتي فيما يتعلق بتنمية والتمكين الأشخاص الذوي العاقة وقدم رئيس اللجنة البرلمانية للبرلمان السومالي معلومات تتعلق بالدور الأساسي في معالجة القطايا الاجتماعية التي تهم السكان وركز خلال الاجتماع مناقشة المشاريع المتعلقة بقطاعات السحة والتعليم والتوظيف والحماية الاجتماعية فضلا عن تعزيز التكافئ الفرص رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان ألقى كلمة أشار فيها إلى أن البرلمان الجيبوتي يمثل العمود الرئيسي للتمقراطية أود أن أقدم لكم بإيجاز خبرة بلادنا في المجال البرلماني إن الجمعية الوطنية تمثل عمودا رئيسيا للنظام الديمقراطي ومن ثم فهي تقوم بدور محوري فيما يتعلق بإعداد القوانين ومناقشة السياسات العامة نحن الآن في الهيئة التشريعية التاسعة والتي بدأت في شهر فبراير من العام المنسرم 2023 والتي تنتهي ولايتها في شهر فبراير من العام 2028 إن شاء الله تعالى منذ تولي رئيس الجمهورية سيد اسماعيل مرقيل مقاليد السلطة في البلاد تولت المرأة الجبوتية مناصب ومسؤوليات عديدة وبالنسبة للجمعية الوطنية فيتمثل 17 مقعدا من أصل 65 مقعدا وفيما يتعلق باللجان الدائمة الستة ترأس المرأة ثلاثة منها فيما تشغل منصب النائب الرئيس في اثنتين من اللجان الثلاثة الباقية وهذه خطوة غاية في الأهمية واعتقد أن مشاركة المرأة ستزداد في قابل الأيام من ناحية أخرى تقوم اللجنة الشؤون الاجتماعية بالدور الرئيسي فيما يتعلق بدعم المسائل والقضايا الاجتماعية والتي تبص مجتمعنا وفي هذا الصدد فإن عملها يرتكس على مناقشة مشاريع القوانين والسياسة الحكومية ذات الصلة بتلك المسائل وسياغة التوصيات وضمان متابعة وتنفيذ تلك المشاريع ونحن سعداء في الختم أن نقدم إليكم خبرتنا بصفتكم تمثلون بلدا شقيقا وإن بلادنا وهي واحة للسلام تضمن حماية حقوق المرأة والطفل دون تمييز برئاسة النائب البرلماني شرماكي موسى عقدت اللجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط اليوم اجتماعا مكرسا لمناقشة مشاريع قانونية مختلفة وجرى خلال اللقاء مناقشات بناءة بينها أعطاء اللجنة المالية وفد صنطوق النقد الدولي وركزت هذه المناقشات على دراسة القوانين المالية وتطوير الحكومة لإطار الميزانية المتوسطة الأجل بأفتح سين الانضباط الميزانية وموعيد حالة مشاريع القوانين وعمليات التصويت فضلا عن المواعيد النهائية التنظيمية خلال دراسة القوانين المالية في مجلس النواب في الأيام المقبلة نفذت ونفذ عناصر وخفر السواحل الجبوتي يوم الجمعاء الثاني عشر يناير الجاري عملية إنقاذ سيادين صومليين تعطل قاربهم وكانوا لعدة أيام في عرض البخل وقادر السيادون الأربع الذين كانوا على متن قارب صيد من بوساسو نهاية شهر ديسمبر الفين وثلاثة وعشرين ثم تعرضوا لعطل في المحركة ولم يتمكنوا من إسلاحه بوصائر متاحة لهم على مدى السفينة بعد أكثر من عشرة أيام في البحر قامت طائرة هلوكاتر تابعة لقوات الدورية الدولية بتحديد موقعهم كما قامت سفينة حربية يابانية بالقرب من مواقعهم على بعد ثلاثمائة خمسين ميلا بحريا من الساحل بتقديم المساعدة لهم ثم تدخل خفر السواحل الجبوتي للمرحلة التالية من مساعدة هؤلاء الصيادين وتم إرسال زورقين لانتشال الناجين وتمت المهمة في ظروف مثالية وتم نقل صيادين وقارب صيد خاصة بهم بسلام إلى ميناء صيد في الجبوتي قام السفير الانماني عفا المعتمد لبلادنا والهيئة الحكومية للتنمية يوم أمس الموافق الرابع عشر من يانا الجاري بزيارة عمل إلى إقليم دخل بجنوب البلاد وكان باستقباله الديبلوماسي الألماني لحظة وصوله إلى حضرة الإقليم وللمنطقة السيد حسن عبد الروبلا رئيس المجلس الإقليمي والذان رحب بالديبلوماسي الألماني في الإقليم وعقب الاستقبال عقد الجانبان مواحثات تناوى فيه أوجه التعاون القائم بين البلدين وشاق بين الصديقين وصول الكفيرة لتعزيزها إلى أفاق أوسع وأشمل من جهة أخرى ترقى الطرفان في مجال تنمية الإقليمية التي يشدها الإقليم في المجالات الاجتماعية وصحية والاقسادية والتعليمية وفي تسريخ حدلا به عقب هذه الزيارة التفقدية أثناء الصفير الألماني المعتمد لدى بلادنا على جهود التي تتطلع بها السلطات الجيبوتية الثلاثية السلطات الإقليمة لتعزيز تنمية في إقليم مشددا على حرص بلاده على المساهمة في المصاري المبذولة في هذا المثمر في المحطة الثالثة للقافلة التعليمية في الأقايم أدشنا مركز التكنولوجيا والابتكار من أجل تنمية القافلة التعليمية وقافلة التعليمية في مدينة الجورة وجرت توقع الافتاح بحضور والي الإقليم السيد محمد حمد عباسة ورئيس المجلس الإقليمي السيد أمار حسين ومسؤولين آخرين وتأتي هذه الجولة التي تعد الأولى من نوعها منذ تأصيص المركز بهدف تعزيز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتسريع الشمول الرقمي وتسعى هذه القافلة إلى تعزيز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع تسريع عملية الشمول الرقمي في الأقالي وتم تجهيز القافلة الرقمية بحاوية تضم حوالي عشرة محطات عمل ونظام نواقع افتراضيين ومجموعة من الأدوات الإلكترونية المخصصة للتعلم برمجيات الحاسب وربوتاته من خلال تجسيد منسة تعليمية متطورة وتلتزم القافلة الرقمية بتعزيز الشمول الإقليمي ومحاربة الفجوة الرقمية وتمثل هذه بداية جديدة من التعلم في مجال التكنولوجيا الرقمية ولإقليم التجر سيد محمد حمد عباس أشار في كلمة له إن القافلة تسعى إلا أن تكون منسة تعليمية لأحدث الدراسة وتعزيز الشمول الرقمي في جميع أنحاء البلاد خاصة في منطقة تجر مقدمنا الشكر والتدير للجهات المعنية لتنظيم هذه المبادرة التي من شأنها أن تعزز التكنولوجيا الرقمي في منطقة تجر تبحث عائلة أحمد حسن عن علم أحمد حسن الذي تم فعض من الثامن والعشرين نوفمبر المسلم ويعاني من اضطرابات عقلية وترجل أسرة الاتسالة على رقم الطاهر أمام الشاشة في حالة عصور عليه دولياً تستعد جزيرة ليرونيون الفرنسية في المحيط الهندي لوصول إعصار شديد يقترب من سواحلها نتابع ليرونيون الفرنسية في محيط الهندي لوصول إعصار شديد يقترب من سواحلها ما دفع السلطات المحلية إلى إعلان مساء الأحد حالة التأهب مرتفعة تصل إلى القصوى اعتباراً من الساعة السادسة سباحاً اليوم الاثنين لمواجهة هذا الإعصار العنيف وتوخل أقصى درجات الحذر والحيطة وأعلن مدير أمن الجزيرة جريوم فليبيني درجة التأهب القصوى محذراً من اقتراب الإعصار العنيف يصل مباشرةً إلى الجزيرة ودع السكان الجزيرة إلى البقاء في منازلهم أو في مكان آمن واتخاذ كل تدابير لازمة وتوخل حذر كما دعت رئيسة المجلسة القليمي لجزيرة السكان تتوخي الحيطة محذرة من أن الجزيرة قد تشهد إعصار كبير شديدة الخطورة في غضون الساعات القليلة القادمة وقالت أدعو السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين مقتل خمس فلسطينيين برساس جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين مقتل خمسة فلسطينيين برساس الجيش الاحتلالي في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصاعداً للعنف منذ اندلاع الحرب بين دولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة وقالت الوزارة في بيان مقتضب ثلاثة شهداء وإصابة حرجة وصلوا إلى مستشفى دوكلوم الحكومي غير أن الوزارة عادت وأعلنت وصول شهيد رابع من عملية الغتية لنفسها التي ارتكبتها قوات الاحتلال واستقرار حالة صحية للجريحة وهو طفل يبلغ من العمر 14 عاما وصيب برساسة في سدر وكانت الوزارة قد أعلن صباحا استشهاد الشاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة برساس الاحتلال الإسرائيلي في حلول القريبة من مدينة خليل بهذا النبع مشاهدين الكرام وسل إلى نهاية النشرة وشكرا على حسن إشقائي والمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة